أدنت مصر بأشد العبارات للهجومين الإرهابيين الذين وقعا قبيل موعد عقاد الانتخابات الباكستانية العامة وأصفر عن مقتل وإصابة عدد من أبناء الشعب الباكستاني الشقيقة وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين كما جددت مصر التأكيد على موقفها راسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب ودعوتها لكافة الدول لتكثيف منابع تمويل الإرهاب أو إيوائه مؤكدة تضامنها الكامل مع فاكستان في مواجهة تلك الأحداث